موسيقى أعزائينا المشاهدين أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير من تليفزون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الأخبار وإليكم أبرز العناوين موسيقى إنعقاد جلسة إعلامية حول تمويل القطاع الخاصة موسيقى قرار الجديد يفرج عن الرئيس البرازيلي السابق لولادة سلفا موسيقى أهلا بكم احتضن مقر غرفة تجارة الجيبوتي يوم الربعاء الماضي جلسة إعلامية حول تمويل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاصة التي اقترحتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وترأس هذه الجلسة كل من رئيس الغرفة سيد يوسف موسي دوالي وممثل البنك الدولي في الجيبوتي السيد أبو بكر سيد باري هذا وقدم خبراء من مؤسسة التمويل الدولية إحدى القطاعات التابعة لمجموعة البنك الدولي عروضا تمكن ممثلي القطاع الخاصة من التعلم واستعاب واستفادة من المنتجات المالية وطمان تقدمها وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي هندستها قرفة تجارة جيبوتي متعاون مع البنك الدولي ثمرة جهود وتعاون مثمن القائم بين المؤسستين وتعمى المؤسسة التمويل الدولية التي تأصد عام 1956 على تقديم الاتثمارات والخبرات وبناء الشراكات الدولة الأجل التي يمكنها من أن تساعد في تدليل المعاوقات التنموية في المجالات المختلفة في الدول النامية وفي مداخلة لرئيس قرفة تجارة جيبوتي سيد يوسف موسو الدوالي أشار إلى أهمية هذا الحدث وأهمية خاصة للقطاع الخاص سنطابع C'est un grand plaisir pour moi de présider aujourd'hui C'est une journée d'informations C'est une journée d'informations C'est une journée d'informations المنتخبين المحليين وذلك لإيجاد حلول مناسبة ومعقولة من أجل تحسين الظروف المعيشية لدى الشباب وحضر الاجتماع ممثل أحياء أنجيلا والقوات الأمن من الدركة والشرطة الوطنية إضافة إلى علماء وعقال أحياء التابعة لدائرة الأولى وفي مداخلة لمساعد حاكم مدينة جيبوتي في الدائرة الأولى السيد عبد حسن قال اليوم عقلنا جلسة مهمة حول الجنح وتداعياته في البلد ودعونا اليوم من مسؤولي الحكومة والدائرة الأولى ومسؤولي المواصلات التعليمية والمنتخبين المحليين والجمعيات والأطيباء وعقال وعلماء حي أنجيلا والأحياء التابعة لدائرة الأولى وركزت هذه الجلسة في المقام الأول مشكلة الجنحة في الأحياء الشعبية وصبر الكافلة لمواجهة هذه الطاهرة السيئة التي تضر بالمجتمع لشبوتي واتخذنا إجراءاتنا عقب الشكاوي المتكررة من قبل المجتمع الذي يعاني من هذه الطاهرة ونأخذ الشكاوي على محمل الجد ونواجه هذه الطاهرة بكل سرامة وقوة جرد ورشة تأهيلية حول تعزيز قدرات المنتخبين المحليين يوم الإثنان الماضي في سالة المجلس الإقليمي في دخل وبالتنفيذ من جمعية التنمية الاجتماعية في دخل وتندرج أعمال هذه الورشة في إطار مشروع التطوير الأنشدة أي إعادة تأهيل التربة والمحافظة عليها لمواجهة أثار التغيرات المناخية وذلك في ناحيته إيري ودعا له قرية مولود وبتميل من برامج التنميل المشاريع السقيرة التابع لسنطوق البيئة العالمية ويهدف برنامج التنميل المشاريع السقيرة إلى دعم وخلق فوائد بيئية شاملة والمحافظة على البيئة العالمية من خلال إيجاد حلول مجتمعية ومحلية للعمل الوطني والعالمي وشارك في أعمال هذه الورشة والي الدخل ورئيس المجلس الإقليمي في دخل السيد يونس أبراحمن يونس آره والسكرتين الأول للشباب المتحدث باسم الجمعية الإقليمية دخل السيد مهات حسين أحمد وأعضاء هذه الجمعية وقام بتنشيط أعمال هذه الورشة التاهيلية المهندس عبد الرحمن بن تيرو ومساعد المدير الإقليمي في وزارة البيئة وتم تنشيط هذه المناسبة بمصلحيات شعبوية تجسد أهمية هذه المناسبة وفي مداخلة لوالي منطقة دخل قدم الشكر والتقدير للمشاركين في هذه الورشة ترأس والي إقليم أبوخ السيد عبد الملك محمد بانويتا ورئيس المجلس الإقليمي السيد محمد حمد إسماعيل ورشة توعوية حول دور المجتمعات المحلية واللامركزية وتندرجها عملية اللامركزية في إطار أولويات الحكومة ومن دمن إطار رؤية جيبوتي 2035 وهدفها التعزيز الحكم الرشيد وتمكين المجتمعات الريفية والتعريف لمواطنين حول أهمية اللامركزية وتهدف أعمال هذه الورشة إلى توعوية المواطنين أو المنتخبين المحليين والإدارات اللامركزية حول المفهوم اللامركزية حول النصوص التشريعية والقانونية التي تمارسها المجتمعات الإقليمية ومجالش مهم وفي مداخلة للمساعد الفني للمدينة جيبوتي أشار إلى أهمية هذه الجلسات وتعزيز الفكر اللامركزية في المناطق الداخلية الخمسة وفي مداخلة لوال إقليم أبوخ السيد عبد الملك محمد بانويتا أشار إلى أهمية هذه الورشة التوعوية للمجتمعات المحلية حول تعزيز عملية اللامركزية ونوها السيد عبد الملك محمد بانويتا أن عملية اللامركزية تتضلب جهودا جبارة لتعزيزها ودفع عجلتها إلى الأمام وذلك عبر المجتمعات أو تجمعات المحلية في الأرياف والغرى والمناطق الداخلية وأشار أن الحاكمية تسعى دائما إلى تعيية المواطنين والمنتخبين المحليين والإدارات اللامركزية حول فكرة اللامركزية في عموم التراب الوطني في إطار برامج تعزيز وحماية حقوق الإنسان نظمت لجنة إدارة المجتمع في ناحية داميرجوك التابعة لإقليم معارتا مناسبة توعوية حول حقوق الضفل وحمايته وذلك في هذه الناحية ونظمت هذه المناسبة بتعاون وثيقة مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وصنطيق المتحدة للطفولة اليونسافة بهدف توعوية الشباب فيما يتعلق بحماية حقوق الضفل ومكافحة الخطان الأنثوي ومحاربة المخدرات وترأس هذه المناسبة ومنسقة لجنة إدارة المجتمعية في هذا الحي أيضا أشارت في مداخلة لها أهمية هذا الموضوع بقية حفاظ على حقوق الضفل وضرورة التخلي بشكل نهائي ممارسة الخطان الأنثوي دوليا سوتت المحكمة العلية البرازيلية بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة على قرار تغيير أصولها المتبعة بشأن الاحتجاز الاستباقي مما قد يفتح البابا للإفراج عن الرئيس البرازيلي السابق لولا تسلفا المحكمة العلية البرازيلية بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة على قرار تغيير وصولها المتبعة بشأن الاحتجاز الاستباقي مما قد يفتح البابا للإفراج عن الرئيس البرازيلي السابق لولا ذا سلفا وكان التصويت الحاسم هو تصويت رئيس المحكمة كما يشير القرار إلى أنه لا يجب توقيف وسجن أي شخص متهم قبل تأمين جميع سبل وشروط تحقيق العدالة التي يستعقها وهذا يعني أنه يمكن إطلاق سراح اللولة بحيث أن الكثير من الشروط الضرورية في احتجازه معلقة وغير مؤمنة يذكر أنه لطالب الرئيس البرازيل السابق بحريته مؤكدا أنه بريء من كل الاتهامات الموجهة له لم يكن قرار المحكمة العليا البرازيلية مفيدا للولا ذا سلفا فحسب بل سيستفيد منه الآلاف من السجنة من الذين لديهم حالات مشابهة وشرح أحد المحامين المطالعين على القضية أن إطلاق اللولة لن يكون فوريا بل سيجتمع أولا المحامون اليوم الجمعة مع رئيس البرازيلي بولسونارو وبعد نشر الحكم سيتقدم المحامون بالكتب اللازمة لطلب الإفراج الفوري عن لولا كما سيقوم القاضي بدلاسة الطلب وأخذ القرار المناسب بهذا الخصوص أكد الرئيس الصيني ونظيره الفرنسي اليوم أمس الأربعاء أن لا عودة عن اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسميا هذا الأسبوع أكد الرئيس الصيني تشيك جيبينغ ونظيره الفرنسي مانويل ماكروني بن أربعاء الماضي عودت عن اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسميا هذا الأسبوع وأعربت قوى عدة عن أسفها وقلقها بعدما مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترومب قدما بعمل الانسحاب رغم تزايد الأدلة على تداعية التغيير المناخي وقدمت واشنطن رسالة لانسحابها إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي أول موعد متاح للقيام بذلك بموجه الاتفاق الذي تفاوض عليه باريس أوباما سلف ترومب لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خارج الاتفاق وشدد تشي وماكرون في بيان مشتركة صدر بعدما أقدم محادثات في بكين على دعمهما الثابت لاتفاق باريس للمناخ الذي يعتبران أنه عملية لا عودت عنها وبوصل التحرك القوي بشأن المناخ وقال ماكرون بينما جلس إلى جانب أشي عقب المحادثات أنه يأسى في دخيارات الأشخاص الآخرين دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة رفض وزيراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيماني ماكرون من حلف الشمال أتلسي الناتو في حالة موت دماغي وزيراء الخارجية الولايات المتحدة وألمانيا ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون من أن حلف شمال أتلسي في حال موت دماغي وقال وزيراء الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي أن الحلف هو أحد أهم التحالفات على مر التاريخ وأضاف أنه لا يزال حاسما من جانبه قال وزير الخارجية الألماني لا يعتقد أن الحلف مات إكلينيكيا وجاء رد الوزيرين على كلام الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك لهما في ألمانيا عقب إحياء الذكرى الثلاثين لسقوط جدار البرلين وكان الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون قال في مقابلة نشارتها مجللة تأذي الخميس الذي أن الحلف في حالة موت دماغي وانتقد ماكرون قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدت تركيا الحليفة الأطلسية في سوريا وتسأل الرئيس الفرنسي بصورة خاصة حول مصير المد الخامسة من معاهدة الحلف التي تنص على تضامن عسكري بين أعضاء التحالف في حال تعرض أحدهما للهجوم إلى هنا أعزائنا المتاهدين وسلنا إلى نهاية نشرة وشكرا على حنص الإسقائي والمتابعة اشتركوا في القناة